اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعيني المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى جميع المسلمين في كافة أنحاء الأرض وبالأمن والسلام على البشرية جمعا الحضور الكريم إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالته السمحة واتخذه قدوة في الأخلاق الكريمة وأن نكون جميعا على ضربه القويم حيث كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأصفاهم نفسا وأحسنهم معاملة كان خير الناس لأهله وخير الناس لأزواجه وخير الناس لأبنائه وخير الناس لأصحابه وهو القائل صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي لقد تعلمنا منذ الخلق العظيم في سيراته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقية وتطبيقية لأخلاق وقيم الكرآن الكريم وإن من أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع بكفاح مستمر بلا كلل أو ملل حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة ولا يخفى عليكم أننا نمضي معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر في مرحلة قومها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى أفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي